شاهوسنا أمير كريمي متين رجلات أعراس رجلات كل هؤلاء من هم وماذا يفعلون في المناطق الكردية السورية من أوفدهم من أرسلهم وهل فعلا أتوا لخدمة الكرد السوريين ماذا فعل هؤلاء بكرد سوريا وبالمناطق الكردية السورية كيف تسرب الحرس الثوري الإيراني إلى تلك المناطق ما دور حزب العمال الكردستاني في ذلك ولماذا يحاول حزب العمال الكردستاني جعل المناطق الكردية السورية أو روجابة محرقة للكوادر الكردية الإيرانية التفاصيل في هذا الفيديو انتظروني هذه صورة متخيلة أو مفترضة أو الصورة البديل لشخصية كاجين رجلات لأنني حاولت البحث عن الصورة له فلم أعثر لكن المهم بالنسبة لي هي المعلومات التي وردتني ومصدر المعلومات أيضا حاول أن يساعدني في البحث عن الصورة لكن نكتفي هنا بالمعلومات كاجين رجلات هو أيضا من العناصر والكوادر التي أرسلها حزب العمال الكردستاني من حزب بيجاك من حزب الحياة الحرة الكردستاني فرع حزب العمال الكردستاني في إيران إلى روجابة وهذا الشخص يعني هذا الكادر أو العنصر من أكراد إيران يعني كان مارس بعض الأعمال القذرة منها يعني سرقة الآثار الآثار يعني هو كان مهووس بالبحث عن اللقى الأثرية والتحف الأثرية في إحدى الليالي وبحثا عن الذهب والتحف الأثرية أخذ جرافة إلى منطقة قريبة من عين ديوار فيها نبع نبع قديم نبع أثري تقريبا وصار ينبش يعني في تلك المنطقة وأتلف أتلفها تلك الحادثة تحولت إلى يعني في حينها إلى مشكلة لكن بعد فترة جرت تحقيق مع كاجين وبعدين أتى شقيق كاجين من إيران من إيران أتى إلى رجافة وهرب كاجين إلى إيران مباشرة من قامشلو إلى دمشق أو من دمشق إلى طهران لكن يعني هو كان متواجد في القامشلي المعلومات التي وردتني بأنه حاليا يتواجد في إيران ما يعني أكيد هناك منافذ وقنوات ساعدت هذا الشخص للهرب من القامشلي إلى حضن الوطن إلى حضن نظام الملالي من حضن النظام الأبوتي إلى حضن نظام الملالي هذه باختصار قصة كاجين روجلات هذا الشاب الجميل الوسيم وإلى دواره السيدة هوجين عزيز في هذه الصورة يعني الأثنان أعلن زواجهما وهما معروفان جدا 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 بالنسبة لأهالي كوباني وبالنسبة للإدارة الزاتية الديمقراطية الفذة هوجين عزيز تحدست عنها تحدست عنها وكانت يعني فعلا مارست مهمتها بحرفية عالية كما ذكرت وكأنها يعني أخذت كورسات ودورات في التجسس لدى الموساد والسي اي اي ذكرت يعني مسار رحلتها من أوروبا بروكسل تركيا إلى كوباني والعودة وما غنمته هوجين عزيز أما أيضا شاهوسنة زوجها يعني هم تعرفة على بعض في تلك المنطقة شاهوسنة كما ذكرت سابقا وقرر هذه المعلومات عنه هو كردي من مدينة سننداتش سنة المدينة الكردية الإيرانية في كردستان إيران انتسب إلى حزب العمال الكردستاني ثم إلى حزب بيجاك فرزوا حزب العمال ضمن حزب بيجاك وكان مقرب جدا من دوران كالكان أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني اسم الحركي عباس طبعا شاهوسنة هو الاسم الحركي اسمه الحقيقي بهمان سعيدي بهمان سعيدي أو شاهوسنة ضمن حزب العمال الكردستاني وضمن بيجاك على الأساس هو خبير في الصواريخ في صناعة الصواريخ وربما تشبه صناعة صواريخ حزب الله وصناعة صواريخ حركة حماس وربما ما هي طبيعة ونوعية الصواريخ التي كان يصنعها الشاهوسنة واضح في الصورة في الصورة يعني الصورة تتكلم شاهوسنة كان موفد من دوران كالكان وبصلاحيات واسعة صلاحيات أمنية وصلاحيات تجارية اقتصادية كان يجوب يعني روسيا وأوروبا ودمشق وبغداد يتحرك بحرية تامة ويجلب التجار الإيرانيين لكي يعملوا في المناطق الكردية ويستثمروا في المناطق الكردية أوكلت إليه مهمة التصنيع العسكري وبعد مصانع صناعة الألغام وصناعة الصواريخ وما شابه ذلك كانت لديه مقرات في عفرين وفي كوباني وفي رميلان والسليمانية أيضا يعني لأنه على تنسيخ مع الاستخبارات الاستخبارات الزانياري التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني والذي شبق واسع من العلاقات مع الايرانيين أكرادا وفرصا وأثاريين يعني حملت الجنسية الايرانية أيضا يعني بحسب المعلومات التي وردتني إن مصانع هذا العبقري صانع الصواريخ كانت تتعرض لحرائق ولمشاكل دائمة وهو ماذا يفعل؟ يتهم شباب الرجابة والعمال الذين يعملون في تلك المصانع على أنهم يتحملون مسؤولية تلك الحرائق أما يسجنهم أو يطردهم أو يعلنهم جواسيس لأردوغان لأن أردوغان يعني يترصد مصانعه العظيمة اللي يعني كانت تصنع أصلحة تهدد الأمن القومي والأمن الاستراتيجي والعمق الاستراتيجي التركي فكان يتهم أبناء رجابة بأنهم حملاء لأردوغان في آخر مرة ذهب إلى أربيل ومعه يعني مبلغ مهول يعني يقدر بـ 2 مليون دولار لكي يحصل على بعض المستلزمات لكن يعني ذهب ولم يعود وفيما بعد نشر صوره هو وهوجين عزيز اتنين نشروا الصور على حسابهما في الفيسبوك وأعلن زواجهما الميمون هذا هو الشاب شاهو سنا الذي يفترض حسب العقل والوعي الأبوجي والآلة الإعلامية الأبوجي أنه أتى من رجلات لكي يحمي رجابة ويفدي بدمه وروحه وفداء لكوبانة ولرجابة هذا هو النموذج أو هذين نموذجين من الفساد المالي والأخلاقي لحزب العمال الكردستاني في رجابة هذا البطل الهمام القائد المفدى وهو من كرد إيران اسمه قاضي عوارة أو قاضي عوارة أنا التقيت به في صيف 2007 عندما كنت في جبال قنديل كنت في معسكر بيجاك والتقيت به هناك والتقيت أيضا بإلهام أحمد وقت ذاك كانت إلهام أحمد من حزب بيجاك هذا الصورة صورة له صورة لقازي عوارة أيضا كان من حزب بيجاك هذا كان من ضمن الكوادر اللي أوفدوا إلى رجابة من قبل حزب العمال الكردستاني وكان يقال ويشاع أن هذا الشخص قاضي ترك سلك القضاء في المحاكم الإيراني والتحق بحزب العمال الكردستاني للنضال طبعا هذه الرواية أنا سمعتها هناك في جبال قنديل وأشيعت هذه الرواية عن هذا الشخص لكن فيما بعد عرفنا أنه كان موظف متواضع في إحدى دور القضاء أو المحاكم الإيرانية هذا الرجل قتل زوجته وهرب إلى الجبال طبعا هذه المعلومات عرفت عنه لاحقا عرفت عنه أو وصلتني وعرفت هذه المعلومات لاحقا قتل زوجته وهرب إلى الجبل والتحق بحزب العمال الكردستاني انتسب إلى حزب بيجاك عندما عقد مؤتمر الكجكة أو منظومة المجتمع الكردستاني أو هذه التسمية أعلن رئيسا لدائرة الحقوق والقضاء في مؤتمر الشعب كونجراغل وسمى يعني في كجاك وكان يلقى دعما شديدا من جميل بايك طبعا كل ذلك وهو عضو وقيادي في حزب بيجاك انتدب إلى روشافا سنة 2014 ليترأس الحقوق والقضاء في روشافا قاتل زوجته صار قاضي مش بس مسؤولا على القضاء كان وقتها يعني رقما صعبا ورقما مؤثرا وفاعلا في ذلك المجال وارتباطه المباشر كان مع جميل بايك أنا أتحدث عن 2014 أيضا يعني الأكاديميات والمحاكم المؤسسات الحقوقية كانت تحت تأثيره وقراره واللجان الحقوقية وكل ما يتعلق بالقانون والقضاء تحت سيطرته هو وحيدر فارتو من هو حيدر فارتو؟ حيدر فارتو هو أنجين قرأسلان حيدر فارتو أهل حلب يعرفونه هذا أيضا كان من ضمن الذين تولوا مسؤولية إدارة تنظيم حلب لحزب العمال الكردستاني إيالة حلب هظال حيدر أهل حلب يذكرونه أنجين قرأسلان أو هظال حيدر أو حيدر فارتو أيضا التقيت به في جبال قلمديل في 2007 السلطات التركية أعلنت أنها استهدفت سيارته في القامشلي وأعلنت وكالة الأنهضول خبرا حول ذلك أنجين قرأسلان أو حيدر فارتو وقاضي عوارة أو قاضي عوارة كان مسؤولان عن ملف القضاء وقت ذاك فيما بعد لحق بهم قاتل أنور عطا وخصص له فيديو خاص بالنسبة له إذن لنبقى في قاضي عوارة في عام 2017 بالصدفة تم اعتقال شخص على الحدود وتبين أنه القاضي الفذ والمناضي القاضي عوارة كان بحوزته مبلغ كبير من الأموال وأرشيف عن سجلات وصور وأسمافر وجاباء بالإضافة إلى سيدة متزوجة حسب المعلومات التي وردتني كانت معه تم اعتقالهما وتأكدوا أنه كان يعمل منذ فترة طويلة كجاسوس وبأنه على علاقة مع العشرات من السيدات والبنات طبعا هذه المعلومات أنا عرفتها من شيء سنتين تقريبا أو أكثر وصلتني هذه المعلومات لم أنشرها في حين لأنه تتعلق بقضايا أخلاقية بصراحة لكن الآن حان موعد نشر بعض التفاصيل حول هذا الشخص تم اعتقاله وتحقيق معه وأنه كان جاسوس وعلاقة مع يعني شكل شبكة من العلاقات مع البنات والنساء في أرهو جافا لكن تم التعتيم على قضيته ولم يصار إلى فتحه بناء على أوامر من جميل بايك جميل بايكتا يعني تستر عليه وخرج من السجن هناك روايتان روايتان تقول أنه حاليا ضمن إدارة منبج المدنية أهل منبج إذا شافوا هذا الشخص لازم يعرفوا ويشوفوا هذا الفيديو كمان ورواية أخرى وصلتني بأن الحزب قام بتصفيته هذا يعني عن هذا الشخص المناضل ذو القمام الممشوق قاضي عوارة هذا الوجه لن ينساه أهل كوباني أبدا لأنه نكل وفضع فيهم ماذا فعل حزب العماء الكورستاني؟ حزب العماء الكورستاني استخدم نفس تقنية النظام السوري عندما استجلب النظام نظام بشار الأسد الميليشيات الشيعية العناطر الشيعية الطائفية من أفغانستان ومن إيران ومن العراق ومن لبنان وزج بهم في مواجهة الشعب السوري والفصائل السوري وحتى في مواجهة الجيش السوري يعني لكي يحموا هذا الجيش ويستهدفوا كل العناصر التي تنشق أو التي ترفض إطلاق النار على المتظاهرين السوريين السلميين وقت ذاك واستمرت اللعبة مع النظام السوري والتفاصيل معروفة لماذا؟ لأن الميليشيات الشيعية الآتية من خارج الحدود لا تعرف أبناء البلد يعني لا يهمها أهل حلب أو أهل حمص أو أهل القصير أو أهل الحسكة أو ديرزور أو أي منطقة من المناطق السورية لأنهم غرباء حزب العمال الكردستاني أيضا استجلب عناصر كردية من كرد إيران إلى روجافة إلى سوريا إلى المناطق الكردية ولطخ أيديهم بدماء الكرد السوريين استجلب حزب العمال الكردستاني عناصر كردية عراقية إلى روجافة ولطخ أيديهم بدماء الكرد السوريين طبعا بعض الكرد السوريون مع الأسف الشديد أيضا أيديهم ملطخة بدماء الكرد السوريين وهذا سبق وتحدث عنه كثيرا هذا الشخص يدعى متين روجالات ارتكب أمور فضيعة في روجافة وخاصة في منطقة عفرين ومنطقة كوباني أرسل من الجزيرة من القامشلي إلى منطقة عفرين بعد سقوط منطقة عفرين لم يتم محاكمته لكن تمت محاكمة الكثيرين من كواد الروجافة وتجريدهم من مهامهم على خلفية أنه والله سقوط مدينة عفرين في يد المرتزقة والأرهابيين التابعين للنظام التركي تم تجريد الكثير من كواد الروجافة من مهامهم وتشيير بهم وقصة القيادة دجوار خبات معروفة يعني بين الكرد السوريين إذا تعرفوا الفيديو دجوار أعتقد عندما تم اعتقاله في حلب إذا تتذكرون وتم إخراجه من السيارة وفيما بعد جرت محاسبته ورسال يعني ذلك الفيديو معروف كيف تم اعتقال دجوار وهو مريض أو جريح أو ما شابه ذلك في ذلك الفيديو المهم لم تتم محاكمة متين روجلات أو محاسبته بدلا من ذلك تم أرساله إلى دير الزور وبقي هناك وتورط بالتجارة مع لواء الفاطميين في منطقة الصالحية في دير الزور وتورط في أمور أخلاقية أيضا مع العديد من النساء في منطقة حق العمر ومنطقة سور على أثرها على أثر تلك المشاكل الأخلاقية تم طرده من قصد لكن بدل من معاقبته وطرده من روجافا تم توكيل مهمة يعني تسليمه مهمة قائد أسايش كوباني أصبح قائد أسايش في كوباني وأصبح الرئيس الفعلي والأمني لجمهورية كوباني جمهورية كوباني كانت تخضع لحفال متين روجلات هذا الشخص جمع حوله مجموعة من الفاسدين والزعران وأصدر أوامره باعتقال أجلان عيسو رئيس البلدية وقت ذاك وأجلان عيسو هو شقيق الإعلامي الذي برزان عيسو وهذه عائلة معروفة بولائها لحزب العمال الكردستاني على مدى سنوات والد برزان عيسو يعني الله يرحمك كان معروف بعلاقته الوطيدة والوثيقة مع حزب العمال الكردستاني وأنا أعرف برزان عيسو بشكل شخصي وبرزان عيسو أيضا كان ضمن قناة اليوم وضمن المؤسسات الإعلامية ويعني إذا أجريتوا بحث رح تكتشفوا بالمهم هذا متين روجلات أصدر أوامر اعتقال برزان عيسو وبرزان عيسو أعتقد في فترة من الفترات كان يعني ضمن كانتون الكوباني كان وزير للداخلية أو وزير للدفاع أو وزير لأي شيء المهم تم الزج به وقضيته معروفة أصدر متين روجلات باعتقال أحد أبناء مدينة كوباني وكذلك هذا متين روجلات حاول اعتقال أخت مظلوم عبدي متين روجلات حاول اعتقال أخت مظلوم عبدي واسمها روشان عبدي حسب المعلومات التي وردتني متين روجلات كان الزعيم يعني سلطاته وقت ذاك تتجاوز سلطات شاهين شيلو أو مظلوم عبدي اللي هو ابن المنطقة يعني وعائلته معروفة في مدينة كوباني على أي حال يعني كان يعني وكأنه لديه ثأر مع أهالي كوباني والعائلات الوطنية في مدينة الكوباني وجمع حوله مجموعة زمرة من الفاسدين والزعران من العناصر الكردية التركية ويعني تورط في أمور كثيرة لا أخلاقية حتى في كوباني ويعني قضايا تتعلق بالنساء بالرشوة بالفساد كثيرة هي جرائمه لكن أبرز جريمة يندى لها الجبين هو قتله لسوسن محمد عبدي وهي من عائلة عساف وأعتقد أنه هي من أقارب أقارب شاهين شيلو وبولات جان من أبناء كوباني ورمى بجثتها إلى متحف كوباني وبقيت القضية معلقة حتى يومنا هذا عزب العمال الكردستاني لم يحاكم هذا المجرم يعني وهو لم يولد مجرما إنما حولوا حزب العمال الكردستاني من حامل لسلاح ضد النظام التركي إلى حامل ضد النظام الإيراني إلى حامل لسلاح في مواجهة أهالي كوباني وفعل ما فعل في مدينة كوباني يعني المهم بالمحاصلة تم طرده من مدينة كوباني وتم نقله إلى منطقة أخرى وحاليا ما زال ما زال هذا القاتل ضمن قيادة الأسايش في روجافا هذا هو متين روجلات وسجله النضالي الزاخر بالتضحيات وبالمعارك وبالإنجازات لصالح كرد روجافا تفضلوا وشاعدوا هذه صورة الفتاة الكردية ابنة كوباني سوسن محمد عبدي من عائلة عساف هذه الصورة للفتاة التي قام متين روشلات بتصفيتها واغتيالها ورمي جثتها في متحف كوباني متحف كوباني الذي يفترض أن يكون يعني يوثق ويؤرخ لجرائم 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 التنظيم داعش الارهابي صار يوثق لجرائم حزب العمال الكردستاني وأزلامه القتل اللي لفرضهم على أهل كوباني هذه الصورة من من يعني كوباني مباشر أو يتحدث عن يعني هذا المنشور يتحدث عن عن الجريمة والمطالبة بالعدالة من عائلة المرحومة سوسن محمد والبيان صادر في 11.6.2021 سبق أن تحدث عن هذه الجريمة لكن الآن أورد هنا بعض التفاصيل برسم الرأي العام الكردي في روج آبا الشخص الظاهر في الصورة اسمه الحركي كاميران روجلات أو كاميران روجلات كان المسؤول عن مقر باوز أردال القيادي البارز ومسؤول الاستخبارات العسكرية في حزب العمال الكردستاني الموفت إلى روجاوا طبعا باوز أردال من كرد سوريا لكنه يعني يتبع حزب العمال الكردستاني تبعي عمياء يعبد الحزب تحدثت عنه كثيرا في فيديوهاتي السابقة كاميران كان يعني مسؤول عن مقر باوز أردال يثق به باوز كثيرا ويعني يحميه هذا الشخص كان يعمل بالإضافة إلى مهامه الأمنية والحزبية وهو من كرد إيران كان يعني يعني يعمل في التجارة بين أوروبا أوروبا وروجاوا في فترة من الفترات اختطف فتاة عفرينية من عفرين من كرد روجاوا وهرب إلى أربيل لكنه تخلى عن الفتاة هناك في أربيل تركها لحال سبيلها وسافر إلى الدنمارك بعد وصوله إلى الدنمارك يعني في غضون سنة أو أكثر عاد إلى التجارة مع روجاوا وجبال قنديل ويعني بحسب المعلومات التي وردتني أنه يكسب أموال طائلة الوطنيين من كرد روجلات المتواجدين في الدنمارك أو في أي بلد أوروبي شرفاء عفرين وكوباني وروجاوا وروجلات وأي مكان إذا لمحتم هذا الشخص يتجول في الشوارع الدنمارك فورا بلغوا البوليس الأوروبي والدنماركي عنه كي يلقى القبض عليه ويعاد إلى باهوس أردال لكي يواصل مهامه النضالية والوطنية والثورية هناك بإخلاص مع باهوس أردال هذا هو كاميران أو كاميران الظاهر في الصورة هنا اسمه هو أرقش هذا الشخص كما يظهر لكم كان من عناصر باجاك موفد إلى روجافا وكان يعني عزيز جدا على قلب العناصر الكردية التركية والعناصر الكردية الإيرانية في روجافا ويعتبر المثقف والإعلامي الأول في روجافا أو هذه هي الصورة التي كانوا يسويقونها ويقدمونها عن هوا أرقش يعني كان مثارة إعجاب ونموذج يعني وموضع ثقة بككا إلى حدود لا يمكن تصورها كان مسؤول المطابع هنا يعني مش بس في قطاع الإعلام وقطاع الأمن والعسكر والتصنيع العسكري لا ووصلنا إلى موضوع الكتب والمطابع هوا أرقش كان يعني مسؤول عن هذا القطاع ودائم الظهور في إعلام روشعفا وفي إعلام حزب العمال الكردساني في أوروبا سنة 2021 قدمت منظمة دولية مبلغ كبير من المال تقريبا تقريبا في حدود يعني عشرات الآلاف من الدولارات أو مئات الآلاف من الدولارات لكي تخصص لطباعة كتب الأطفال يعني بحسب المصادر التي وصلتني طبعا على امتداد سنوات مشروع طويل الأمد في هذا الخصوص ويعني مبلغ كبير من آلاف دولارات لأجل طباعة كتب للأطفال في وكالمعني بهذا الموضوع من حضال هوا أرقش ويعني أخذ هذا المبلغ وهرب مع اثنين من كواد الرجلات عبر ديريك إلى السليمانية وحاليا يعيش يعني في مع سيدة رجلاتية في السليمانية هذه السيدة أيضا كانت تعمل في قناة تابعة لحزب العمال الكوردستاني قناة آريان تبث برامجها من كوردستان العراق ولكن تلك السيدة إذن تحوم حولها الشبهات يعني لن أذكرها هنا لن أذكرها هنا صورة أخرى لهظال هوا أرقش المقاوم المناضل الكبير هنا أيضا صورة لهظال هوا أرقش وكان يعني عضو فستيفال فيلم روجفا يعني يقدم على أنه ناقد سينمائي وبيفحم في السينما هوا أرقش هذا هو هظال هوا أرقش هذه أيضا صورة لهظال هوا أرقش في مقابلة تلفزيونية يتحدث عن هنا في يباقة ويتحدث عن جبهة رأس العين سريكاني هوا أرقش المناضل الفذ المقاتل الناقد السينمائي المثقب المختلس اللي أتى إلى رجاضا مدافعا عن رجاضا واختلس عشرات الألاف من دولارات وفر إلى السليمانية الحضن الدافئ من صاحب هذه الابتسامة الجميلة؟ إنه هظال أمير كريمي أو مزدك روشلا ولديه اسم آخر يتحرك باسم مالك هذا مزدك روشلا يعني من الرؤوس الكبيرة ومن العبقريات النضالية الثورية الفذة التي أوفدها حزب العمال الكردستاني لكي تدير 3 مليون كردي أو 2 مليون كردي أو مليون كردي سوري يعاجزين عن إدارة أنفسهم يعني حزب العمال الكردستاني هذا هو هظال أمير كريمي من هو أمير كريمي؟ من هو أمير كريمي؟ سنتحدث عنه بإيجاز كان ضمن قيادة بيجاك حزب الحياة الحرة الكردستاني فرح العمال الكردستاني في إيران أوفدوا الحزب إلى أوروبا للقيام بالنشاطات التنظيمية باسم حزب بيجاك في أوروبا حدثت بينه وبين كوادر كرد تركيا في أوروبا يعني كوادر حزب العمال الكردستاني مشاكل تم إفاده مرة أخرى ارجعه مرة أخرى إلى جبال قنديل هناك أيضا صار بينه وقيادة بيجاك مرة أخرى بعد المشاكل فتم إرساله إلى رجاضا وبالأخص يعني إلى قامشلو ماذا سيفعل لنا هذا الأمير كريمي لكي يعلمنا يعني يعطينا دروس في الديمقراطية ويعطينا في يعني نظم الحكم والإدارة يعلم يعلم الرجافيين أقراط سوريا يعطيهم العلم والتنوير وأصبح هذا الرجل مسؤول الأكاديميات والمعاهد وأصبح مسؤول جامعة رجاضا جامعة رجاضا اللي مقرها فالقامشلي اللي بيشتغلوا اللي يشتغلوا في هذه الجامعة ربما شافوا هذه صاحب هذه الابتسامة الجميلة وفيما بعد فيما بعد صار مسؤول كل جامعات رجاضا معلوم أنه هناك جامعة في كوبانيو وجامعة في عفرين قبل احتلال عفرين من قبل الفصائل التكفيرية الأرهابية تابعة لتركيا هذا الشخص جمع حوله مجموعة من الكوادر الكردية التركية وكوادر الكردية إيرانية وصار يستدعي رجالات الكرد إيران إلى قامشلو ويوقع معهم عقود كأسات ذلك يدرسوا في رجاضا ورغم أنه أغلب هؤلاء يعني من كرد إيران ما كانوا يعني يعني مؤهلين أو يمتلكون تلك الكفاءات العلمية للتدريس في جامعات رجاضا بالمحصة لهذا الرجل نجح في تشكيل تكتل حول نفسه طبعا كل واحد مسؤول يعني ينجح في خلق زمرة من المتعاونين والفاسدين المستفيدين منه وأزاح الأساتذ الحقيقيين أو يعني من السلك التدريس وتمكن حسب المعلومات من إزاح دكتور كمال بصراوي من رئاسة جامعة كوباني لحل محله واحد من أورميا اسمه مصطفى ما يعني تفاصيل لم تأتيني هذا الشخص المعين من يعني صحيح يعني في فيديوهات سابقة ظهر شارفان مسلم ووحدة تانية رئيسة المشتركة لجامعة كوباني لكن خلف الستار هونانيكا كادر لحزب العمال الكردستاني هذا الشخص الذي يدعى مصطفى من كرد روجلات قام بإقالة الأساتذي العرب بحاجة أنهم لا يعرفون اللغة العربية والأغرب أنه قام بإقالة وطرد أستاذ الأدب العربي من جامعة كوباني لأنه لا يعرف اللغة الكردية وذلك الأستاذ المقال يعني هو كان أستاذ في جامعة حلب وهو من مدينة مينبج يعني هو شخص حربي ليس شرطا شارطا أنه يجيد اللغة الكردية المهم هذا الشخص الذي نصبه أمير كريمي على جامعة كوباني اعتقل عدد من الطلبة الذين تظاهروا ضده في النهاية اضطر أمير كريمي إلى سحب شلته من كوباني إلى قامشلو ويعني بحسب المعلومات التي وردتني أنه كان يقدم العقود التي وقعها مع كرد إيران الأساتذة بين قوسيني أو المدرسين في جامعات رجاضة المبالغ التي كانت تعطى لهم الأجور الرواتب الشهرية كانت تزيد عن ألفين دولار بينما يعني أهل المنطقة وأبناء المنطقة من المدرسين وأساتذة الجامعة كانوا يتلقون رواتب يعني في حدود مئتين إلى تلاتمئة دولار فقط هذا ما فعله المناضل صاحب الوجه البشوش والابتسامة أمير كريمي هذا ما فعله في قامشلو وفي سلك التربية والتعليم في قامشلو والفضل يعود لمن؟ لأبو سيستم لامح أبو دلو ما شاء الله عليه يعني الابتسامة الودودة والبشوشة أهلا وسهلا كاك أمير كريمي أهلا وسهلا الآن وصلنا إلى صاحب هذه الابتسامة البهية وكل أو أغلب من عبر من معبر سيمالكا على الجانب الكردي السوري ربما شاهد هذا الرجل وهو كان يعني مسؤول المعبر أو ربما ما زال مسؤول المعبر لا أعلم المهم هو آراز روشلات هو كردي إيراني ومن كرد إيران أتى به حزب العمال الكردستاني لكي يتسلم مسؤولية هذا المعبر الحدودي وهو الآن يعني التقط هذه الصورة مع هذه الصيدة الفاضلة ومنها هذه الفتاة الجميلة إنها هاوجين عزيز هاوجين عزيز التي تحدثنا عنها في فيديو سابق آراز روشلات كان من إعلام بيجاك وكان يعمل مترجما عند دوران كالكان وكان لديه طموح أن يكون رئيس بيجاك لكن لأنه يعني هكذا يقال الصفافات المناطقية لأنه شخص ليس سوراني هو شخص غير السوراني يعني هو من كورمانج أورميا هو من منطقة أورميا وبالتالي ممنوع عليه أنه يستلم منصب بيجاك ينبقي أن يكون رئيس بيجاك أما من مريوان أو من كرمنشا أو من سنهنداج أو من منطقة يعني تتكلم اللحجة السورانية على أي حال أو يعني من مهابات أو سنة أو المهم وكورمانج هو يتحدث اللغة الكورمانجية يعني لأجل أرضائه يعني أنه أنت لا يمكنك أن تكون رئيس لبيجاك أرسلوا إلى روجافا وأصبح أصبح مسؤولا عن معبر سيمالك وحسب المعلومة أنه اعتقال نوري محمود في إحدى المرات تم اعتقال نوري محمود بتهمة السرقة والعملاء طبعا على ذمة المعلومات التي وصلتني اعتقال نوري محمود الناطق باسم قسد ربما قبل أن سأتبين من هذه المعلومة أكثر ربما قبل توليته منصب الناطق الرسمي أو بعد ذلك متى تم اعتقال نوري محمود سأتحرح حول هذه المعلومة والمهم وفق ما وصلني أنه آراس رجلات كان مسؤول معبر سيمالك بعد اعتقال نوري محمود بتهمة السرقة والعمالة الاستخبارات فدك آراس أصبح يعني بعد ذلك الاعتقال بعد ذلك الاعتقال أصبح آراس مسؤول معبر سيمالك وكان يعمل في سلك العلاقات مع الإيرانيين في قامشلو أيضا هذا صاحب الابتسامة البهية كان على علاقة جيدة مع الإيرانيين ما شاء الله يعني الكل يبدو لي أنه شاهوسنا وكامران رجلات وآراس رجلات بحكم يعني مواطنين إيرانيين كرد لديهم علاقات وقنوات ارتباط مع الإيرانيين بهذه الطريقة نجح يعني الحرس الثوري الإيراني وعن طريق حزب العمال الكردستاني يعني مع الأسف الشديد وبفضل وبفضل زاخو يوسف وباهوس أردال ومظلوم عبدي أيضا مظلوم عبدي لا يمكن تبريئته من هذه يعني من هذه الممارسات الكل متورد في تعبيد الطرق للنظام الإيراني كي يصل إلى الحسكة ويصل إلى القامش لحزب العمال الكردستاني كما نجح النظام بشار الأسد في وضع إيران يعني على سدة السيادة هي التي الآن تمتلك السيادة الوطنية لسوريا وليس نظام بشار الأسد النظام بشار الأسد فتح المجال الجوي والمجال الأرضي والمجال البحري للنظام الإيراني لكي يحتل كامل الأراضي السورية والسيادة السورية والاقتصاد وكل شيء في سوريا أيضا حزب العمال الكردستاني مع الأسف الشديد نحى نفس المنحة ونفس السلوك وجعل من الحرس السوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية الآن متغلغلة في جسم قصد مثلما الاستخبارات التركية أيضا متسربة إلى هذا الجسم والاستخبارات السورية وبالتالي ما يقال ويشاع ويروش وفي الإعلام حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن يصدقه إلا شخص ساذج وبليد وأبله ورأسه محشو بالتبن مع الأسف الشديد هذا حساب على الفيسبوك لأحد العناصر أحد كوادر حزب العمال الكردستاني المؤفدين إلى روجافا وهو من كرد إيران الحساب باسم بيواء مباحث مباحث بيواء مباحث هذه الصورة له وهو في جبال كردستاني يحمل بندقية حزب العمال الكردستاني وهذه الجبال تظهر لكم وهذه صورته وهو يرتدي ملابس وحدات حماية الشعب هذا اللوغو وحدات حماية الشعب طبعا ضمن بيانات الحساب ومكتوب اللغة العربية أنه يقيم في الحسكة ومن مريوان مدينة من مدن كردستان إيران وأعزب الحمد لله ما زال أعزبا ويتابع 15 شخص هنا صور أخرى لهذا المجموعة صور لهذا الفوية هذه صور له وهو يدير حوارا في جبال كردستان مع صور دار أبيستا القيادية في حزب العمال الكردستاني هنا يحمل السلاح هنا يحمل الكاميرا وهنا أيضا يرتدي ملابس وحدات حماية الشعب وهنا يدير اجتماعا هذا أيضا لكن اللافت اللافت أن في هذا الحساب وهو حساب آخر أنه يعمل في فضائية روناهي فضائية حزب الاتحاد الديمقراطي هذا أيضا حساب لأحد الكوادر الكردية الإيرانية أمير أحمدي أمير أحمدي يعمل حاليا في القامشلي وأيضا أعزب ولديه يعني كم كبير من الأصدقاء ومن الأصدقاء المشتركين بيني وبينه ثلاث أصدقاء مشتركين هؤلاء هم أصدقاء أمير أحمدي وآخر منشور له يعني كان أغسطس العام الماضي مجموعة صور أخرى لهذا الأمير أحمدي كما هو ظاهر أنه يعمل في فضائية روناهي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي هذه الصور المنشورة في هذا الحساب صورة لأمير أحمدي وهو في زي القيريلا المقاتلين مقاتلي حزب العمال الكردستاني هنا أيضا له صور ضمن مقاتلي حزب العمال الكردستاني وهذه صورة له في استوديوهات روناهي في القامشلي يرتدي الزي الفلكلوري لكرد إيران هذا أيضا من العناصر بيجاك التي أوفدها حزب العمال الكردستاني إلى روشفا لكي يعملوا في القطاع العلام والقطاع العسكري وقطاعات أخرى لا يوجد في روشفا أشخاص أو كفاءات حتى يرسل لنا حزب العمال الكردستاني كفاءاته الأمنية والعسكرية والإعلامية والفضل يعود إلى بافي السيستام يعني آلدار خليل ومن لف لفه باهوس أردال وبقية الشلة التي تعتاج على دماء أبناء روشفا ومتورطين في الكثير من كوارث حزب العمال الكردستاني بحق أبناء الشعب الكري في السورية الآن بعد مشاهدة هذه التفاصيل ربما يقول قائل أو يعزف من تلك الأسطوان المشروخة لإعلام حزب العمال الكردستاني إن هؤلاء الفتية هؤلاء الشباب الوطنيين أتوا وقطعوا كل تلك المسافات لكي يضحوا بدمائهم لحماية الكرد السوريين يعني هم يضحوا بدمائهم لحماية كرد إيران يعني كردستان إيران أولى بهم وأكثر حاجة بهم الكوادر اللي أنا ذكرت أسماء وبعض المعلومات عنهم يعني هم جزء من كمية كبيرة من الكوادر الكردية الإيرانية في بيشاك أرسلهم حزب العمال الكردستاني أوفدهم رحلهم حزب العمال الكردستاني من ساحتهم الرئيسية من المكان الذي يفترض يفترض أن يواجهوا النظام الإيراني أن يحملوا السلاح في وجه النظام الإيراني فإذ بهم يعني يحملون السلاح في وجه الكرد السوريين وتورطوا بجراء قتل وفساد في المناطق الكردية السورية من شوه هؤلاء الفتية هؤلاء الشباب هؤلاء المقاتلين حزب العمال الكردستاني العناصر أعتقد وأنا أميلي لهذا الرأي الصحفي الكردي الإيراني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية علي جوان مردي ذكر أنه في 2015 يعني أبرم حزب العمال الكردستاني اتفاق مع النظام الإيراني بموجب هذا الاتفاق يتم تفكيك أو تصفية كل المجموعات أو التيارات أو الأشخاص المحتمل أن يشكلوا خطرا على النظام الإيراني لاحقا وبالتالي تحولت روجافا إلى ما يشبه المحرقة حزب العمال الكردستاني يرسل العناصر المشكوك في ولائها أو المحتمل أن تشكل خطرا على الحزب وعلاقته مع النظام الإيراني وكل من ينتقد علاقة حزب العمال الكردستاني بالنظام الإيراني يصار إلى تصفيته بشكل أو بآخر عبر إلساله إلى روجافا إما إفساده أو تصفيته وفبركة قصة لهذه التصفية مسيرة تركية كما في قصفته كما في حادثة ريزان جاويت يوسف رباني التي يوما ما ستتكشف هذه الحادثة بتفاصيلها يعني لا توجد هناك جريمة كاملة دائما هناك يعني ما شيء يتركه المجرم الجاني لكي كوثيقة ضده أو دليل أو برهان أو سنة ضد المجرم ستبقى هذه الجريمة تلاحقه تلاحقه يعني طال الزمن أو قصر نحن الآن نتحدث عن كثير من الجرائم التي اقترفها حزب العمال الكردستاني في مطلع الثمانينات أو التسعينات أو حتى في الآوينة الآخرة الضحايا غير موجودين لكن هناك أدلة تشير إلى القاتل تشير إلى الجاني وأصحاب الضمائر الحية من السياسيين ومن المثقفين بكل تأكيد يعني سيذكرون هؤلاء الضحايا ويذكرون قاتلهم ويشيرون بأصابع الاتهام إلى القاتل بعض البسطاء والسطحيين والثزج يعني أحيانا يعني يتعاملون بمستوى وعيهم يعني أن حزب العمال الكردستاني قام باحتواء بعض الأشخاص يعني من ضمنهم هوشانغوسي والآن هوشانغوسي أصبح يعني يستهدف هذا الحزب وهؤلاء الحمقة يعني ويسجلون هذه النقطة على الحزب العمال الكردستاني أنه أنتم لماذا لا تتبنون هؤلاء الأشخاص وتبنيتم هوشانغوسي أو غيرهم طبعا حماقة وسزاجة لا مثيلة لها يعني إجمالا يعني هوشانغوسي يعني معروف في الوسط الكردي وفي الوسط العربي وحتى هنا في الوسط البلجيكي وصر لي أكثر من 11 سنة على قطيعة وعلى مناهضة مع هذا الحزب الحمال الكردستاني لم يستطع لو كان فعلا ساهم في صناعة هوشانغوسي لساهم في صناعة نواف خليف أو طارق حمو أو أشدر شيخو أو أحمد حسيني لكانت المنابر العربية والكردية مفتوحة لهم بمعزل عن المنابر الحزبية يعني شخص يعني سمج وأحمق وسازج من هالنوعية ممكن أن تنطلي عليه أكاذيب حزب العمال الكردستاني ويعيد تكرارها واشترارها وعي عادة إنتاجها مقصدي من ما سلف الخطاب موجه للكرد السوريين والموالين لهذا الحزب يعني لحزب العمال الكردستاني يعني أيها الأبوتي المحترم الوطني يعني أنت يعني كيف تفكر يعني بماذا حشوا رأسك يعني حتى لا تطرح هكذا أسئلة على الحزب أو على نفسك على أقل تقدير هؤلاء الذين أتوا من رجلات ومن باشور على أساس يفترض أنهم يخدمون كوباني وديريك وعفرين ونعم كان هناك مخلصون يعني مخلصين قام الحزب أيضا بتصفيتهم في منطقة عفرين أو في كوباني أو في مناطق أخرى كوادر كردية تركية تمت تصفيتها كوادر كردية عراقية تمت تصفيتها كوادر كردية إيرانية تمت تصفيتها على أرض روشافا بسلاح حزب العمال الكردستاني وهناك من سقطوا من كرد تركيا ومن كرد إيران وكرد العراق في المعارك في مواجهة داعش لكن هذا كله صحيح لكن حزب العمال الكردستاني كيف أقنعكم بهذه الأكاذيب يعني لا تقنع أحدا أن هؤلاء أتوا هكذا لله في لله يعني أنا أتيت في الفيديو سابق على شخصية هاوجين يعني مارست دورها بحرفية عالية بحرفية كأي جاسوسة في الموسات أتت إلى أوروبا أتت إلى بروكسل عملت علاقات مع المؤتمر الوطني الكردستاني كانكا وأتت إلى تلفزيون تلفزيون حزب العمال وفتحت صفحة على الفيسبوك وصارت تعمل بروباقاندا ودعاية لحزب العمال الكردستاني حتى أقنعت الحزب فأوفدها الحزب من أوروبا إلى تركيا من ثم إلى كوباني وبدأت عملها إلى أن اختلست ما اختلسته تفاصيل ذكرتها عن هذه السيدة الفاضلة وعلاقتها بالاتحاد الوطني الكردستاني في الفيديو السابق تشومان كانعاني أيضا أتيت على ذكره أهل المنطقة يعرفون الاثنين يعني يعرفون هاوجين عزيز وتشومان كانعاني هؤلاء من أتى بهم من فرضهم على المنطقة ولماذا أهل المنطقة والنخبها والسياسين طبعا ربما الموجودين على أرض كوباني والقامش للا حول لهم ولا قوة لكن الموجودين خارج كوباني ماذا جرى لهم طبعا الإفساد وصل إلى أنكسة وإلى بدكسة ولاحقا ربما أتناول ذلك في فيديوهات بمعلومات عن قيادات في البدكسة والأنكسة مع علي شير مع قيادات في الإدارة الزاتية الأبوتي وكيف العلاقات التجارية والاستمار والتبادل التجاري ما بين معادات ومناهضة في الإعلام ومن تحت الطاولة علاقات تجارية وتبادل تجاري ما بين هذه السلطة ومعارضتها واجتمعوا على المصلحة وهذه المصلحة كانت بالضد من مصلحة المواطن الكردي البسيط الفقير في القامشلي وفي بقية المناطق الكردية السورية إجمالاً يعني أكاذيب حزب العمال الكردستاني لا ولن تنتهي سجل الجنس للأرقام القياسية فيما يتعلق بالأكاذيب انفجر نتيجة التخم الموجودة في إعلام وخطاب حزب العمال الكردستاني غوبلس إذا كان الآن حياً لأطلق النار على نفسه انتحاراً أنه هناك تنظيم آخر تفوق وتجاوز غوبلس في صناعة الأكاذيب والافتراءات هكذا تم الزج بالكوادر الكردية الإيرانية في روجافا ويعني خدمة للنظام الإيراني وخدمة للتحالف بين حزب العمال الكردستاني والنظام الإيراني الطائفي الرجعي الأرهابي المجرم الذي يعني يقوم بتعليق شباب كرد إيران على أعواد المشانق بينما حزب العمال الكردستاني متحالف مع هذا النظام هؤلاء الكوادر يعني تحولوا من مناضلين حملت سلاح ضد النظام الإيراني إلى مجرد مترجمين للحرس السوري وللمخابرات الإيرانية وللتعامل مع الميليشيا الإيرانية في دير الزور وفي الحسكة وفي مناطق أخرى هكذا تسرب النظام الإيراني إلى قلب روجافا طبعاً والعالم يتفرج والأمريكيين يتفرجون يرون الأوروبيين أيضاً هل هذه الأمور تخفى عن الاستخبارات الأمريكية والأوروبية طبعاً لا لكن مصلحتهم تقتضي الآن هكذا نموزج هكذا سلطة يعني ولا يسترعيهم انتهاكات حقوق إنسان أو فضائع التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني بحق الكرد السوريين والتحالف الخفي بين حزب العمال الكردستاني والنظام التركي والتحالف العلني بين حزب العمال الكردستاني والنظام الإيراني حتى موضوع آخر ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر